انتهت مرحلة المرشحين وشعاراتهم وجاءت مرحلة المواطنين لتمييز الأصلح الذي يحقق ضموحاتهم ويسهم بحل الملفات العالقة لم تبقى سوى ساعات قليلة قبل أن يضع المواطن الأنباري مستقبله وآماله في صناديق الاقتراع لاختيار من يجده الأوضل في تحقيقها بعيدا عن الانتماءات الاجتماعية والعشائرية شون الصابون وتغسل إيدك منهم؟ هناك الكثير معروفين استاذ والله خربوها خربوها معمرو ونحن تجربة يقول اسأل مجربة لا تسأل حكين نحن التجربة خضناها تعبنا وياهم انتخبناهم وصلهم إلى مناصب إلى برلمان إلى مجالس محافظة بس شنو بعدين والله ما فاد هذول مجربين ومعروفين احنا اكيد اذا نريد نختار نختار الشخص المناسب لان احنا هناك ناس تشذبت وعود كاذبة احنا راح نسوي لكم كذا وراح نسوي لكم كذا بس انتخبه بس يفوز راح قفوا التليفوناته بعد ما حد يندلوا وانصار اخرون من جهتهم اكدوا على ضرورة ابعاد الفاسدين والمجربين الذين لم يقدموا للانبار سوى الخراب والدمار واختيار الوجوه التي عملت على تقديم الخدمات وقادة حملات البناء والاعمار اكيد راح يميز بين اللي قبل خراب وبين اللي عمر فاكيد يعني راح يميز اللي عمره وقبل فالافضلية انه اللي عمره واللي فاده والبلد اش اكيد انه لازم ينتخبوهم ويقدم صوته الى ليقدم للبلد الاعمار والمساعدة بالنسبة للانتخابات احنا عرفنا اللي زين واللي مزين فعلى الناخب العراقي ان يختار الانسان اللي ايده نظيفه والكفو واذا يريد انتخب من الذول اللي قبل هاي الانتخابات علي ان يميز اللي عمل منه واللي نهب اموال المحافظة واموال المواطنين منه وتؤكد اوساط شعبية ان الفرصة الحقيقية للتغيير تأتي مرة كل اربعة اعوام يتحمل المواطن تبعاتها حسب اختياراته وصناديق الاختراع هي الفيصل بتحديد المصير خلال المرحلة القادمة لواني نيوز سعد الحاج على الانبار